فمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتشي مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وزيادة مستويات الاتثمارات والصادرات وخلال الاجتماع أوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة برئاسته وبعضوية عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق السيادية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحيث تتولى اللجنة مهم تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق برامج زمنية محددة وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية اعلن الرئيس الاوكراني فلوديمير زلنيسكي ان معظم مناطق بلاده تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجة الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع انحاء البلاد وقال زلنيسكي ان الامر صعب وبشكل خاص في كييف ومناطق اوداسا وخيرسون واضاف الرئيس الاوكراني انه مع كل ضربة صاروخية في هذا النوع لا تجني روسيا سوى دفع نفسها بشكل اعمق الى طريق مسدود اعلنت بريطانيا منح اوكرانيا اكثر من الف جهاز للكشف عن المعادن ومئة من معدات ابطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الالغام وذلك في احدث دعم عسكري تتلقاه كييف وقال وزير الدفاع البريطاني بن وعلس في بيان ان استخدام روسيا للالغام الارضية واستهداف البنية التحتية المدنية يؤكد قصوتها واضاف ان الحزمة الاخيرة من الدعم البريطاني سيساعد اوكرانيا على تطهير الاراضي والمباني بامان بينما تستعيد اراضيها واشرت وزارة الدفاع الى ان اجهزة الكشف عن المعادن يمكن ان تساعد القوات في تأمين الطرق من خلال المساعدة في ازالة مخاطر المتفجرات بينما يمكن لمعدات ابطال القنابل نزع فتيل الدخائر غير المنفجرة اعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث اليوم مع نظيره الصيني شيجين بينغ القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية عبر تقنية الفيديو واشار بيسكوف الى ان الجانبين سيتبدلن وجهة النظر حول القضايا الاقليمية الاكثر تعقيدا واضف بيسكوف ان بعض القضايا التي سيتم منقشتها قريبا الى روسيا والبعض الاخر اقرب الى الصين قال البيت الابيض في بيان ان الرئيس جو بايدن وقع اليوم مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الامريكية للسنة المالية 2023 يتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لاوكرانيا ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الهمم وتمويلا اضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل بالاضافة الى اسكان الميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى والفرين من العنف المنزلية وكان مجلس الشيوخ اقر مشروع القانون الواقع في 4000 صفحة باغلبية 68 صوتا مقابل 29 فيما وافق مجلس النواب عليه باغلبية 225 مقابل 201 صوت انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل